و 5 دولار هذه بالنسبة للحجم و 12 قدم راح نتحول على ثلاجات الجنرال ثلاجات الجنرال راح تجين عندنا ب 4 عبواب تجين ببابين هذا الموديل الأمامكم هو موديل 4 عبواب في جمالك الجنرال راح تجين بعدة ألوان بها لون ماراني و بها لون أسود و بها لون أبيض 3 ألوان بها عبارة تصميم هذه الثلاجة أو شون الفائدة من تصميم هذه الثلاجة راح تكون هي 4 عبواب العربة عباب راح تكون بابين الجوة عبارة عن مجمدة هاي المجمدة تطيق ثلج يعني جامعينك مجمدة وثلاجة بان واحد راح يكون مواصفاتها الجوة مجمدة راح تكون على شكل خانتين خانة كل خانة بيها ثلاث مجرات هاي المجرات تقدر تسحبها وتخزن بيها السلام عليكم متابعيني كرام شلوكم ان شاء الله بخير اتمنى تكونوا بصحة وعافية وايضا حبيت ان اوح على المسابقة بعدها تشميون وتبدي ان شاء الله واتمنى تكون حظوظكم جيدة وزينة وان شاء الله تكونوا من ضمن الفازين ب هذا الفيديو راح نتكلم لكم على اسعار ثلاجات هاي الاسعار راح نذكرها بتاريخ اليوم يعني راح تكون اسعار الثلاجات من حجم الخمسة قدم الى حجم ستة وعشرين قدم او ثمانة وعشرين قدم فخلوكم يوعنا في هذا الفيديو راح نتعرف على العجام وعلى الاسعار وكل حجم راح نتكلم لكم على مواصفاته وسعر لكن قبل ان نبديو مثل ما عودناكم اتمنى نصلوا على النبي محمد وتفعلوا نزر الجنس والاشتراك بالقناة مثل ما عودناكم احنا من نبدأ نشرح لازم نبدأ باصغر حجم بعديا شوية شوية نصعد الاكبر حجم فهنا نبدأ لكم بثلاجة الانجور هاي الثلاجة شوفوا ملائحية ماركة انجور حجم ستة قدم يعني هي ارتفاحه تقريبا ما يعادل السبعين سنتيم راح نتحكه من داخل مالته وجهه راح يكون من المعدن تصنيحه تركي ضمان بيها تقريبا سنة كاملة ايضا نظام الفريز موجود بيها وحافظات بالابواب موجود بيها بالنسبة للسعر هاي الثلاجة راح يكون عليها عرض خاص مية ومساعة عشر دولار وايضا متوفر توصيل بيها حوليكم علي حجم الاثناعة عشر قدم ماركة جويلز ماركة المانية ووجه بيها راح يكون جام هذا الجام غير قابل للكسر يجيب سمك واحد مليم ايضا ضمان حاليا لمدة سنة راح تكون بابا باب فريز تجميد مثل ما ملاحظين وباب ثلاجة هذه الثلاجة امامكم هذه الحجم مالتها يعتبر حجم 12 قدم كارتفاعات الثلاجة ثلاجة راح يكون ارتفاعها 140 سنتيم والعرض مالتها راح يكون 60 سنتيم هاي تعتبر ثلاجة حجم موسط لانه ما عنده مساحات يقدر يستغل هاي الثلاجة ويستفاد من يمه بالمساحات الصغيرة ضمان بيها المدة سنة يطلح سعرها متراوح من 190 دولار الى 205 دولار هذه الحجم صنعش قدم راح نتحول علي ثلاجات الجنرال ثلاجات الجنرال راح تجيز لدينا اربعبواب تجيز لافضل بابين هذا الموديل هي موديل الاربع ابواب مق規 Coat General راح تجيز بعدة الواق� فيها اللون السابق سوف تجيز لون المورني ويتسود وبالبعب هي اللون ال belli ابيض ثلاث الوائن الجواب عبارهıy او بتصميم هذه الثلاجة عثلاجة او شال الفائدة من تصميم هذه الثلاجة راح تكون هيا اربع ابواب الأربع أبواب ستكون بابين الجوه عبارة عن مجمده هذه المجمده تطيق ثلج يعني جامعينك مجمده وثلاجه بان واحد سيكون مواصفات الجوه مجمده ستكون على شكل خانتين خانه كل خانه بها ثلاث مجرات هذه المجرات تقدر تسحبها وتخزن بها الأشياء اللي تحتاجها أنت هذه المجمده سيكون القطع الجوه للجنرال المجمده أما القطع الفوق مثل ما ملاحظين راح تكون ثلاجه تشوفون الخزانات الموجوده بجان بالباب بالباب الموجوده عدتكم حافظتين جام موجوده بها لايت ايكو موجود بها لايت نيون هذا الليت صادي باستهلاك الكهرباء ايضا عدتكم هاي الجامات اثنين وخانات حافظ اثنين هاي الثلاجه تشتغل الفوق بنظام البخاخ وتجوه بنظام الفريز ويجيب على تحافظ ما قلنا لكم جام وليس انع الجام جامي يكسر بسرع الجام راح يكون بهاي الثلاجه مقاوم للحراره وايضا مقاوم للغبار ومقاوم للصدمات القوية يعني راح يكون يتحمل صدمات قوية ومو بسهولة راح ينكسر عدكم بالنسبة السعر هاي الثلاجه يتراوح سعرها من ال 440 دولار الى ال 490 دولار كما هاي الثلاجه بها ضمان سينماطور راوتر اقتصادية بصرف الكهرباء نحاولكم على الثلاجه والمجمده الثانيه او الماركر الحلوه هي ماركة ارستون هاي الثلاجه راح تكون ايطالي مثل ما تلاحظون هاي المواصفات المذكورة مواصفات الماضية على الاترات الثلاجه 132 لتر بالنسبة بالنسبة المجمده خطر الثلاجه هي الاستهلاك الصافي الكهرباء هاي الدخوليه مال الاتحاد الاوروبي مالاستهلاك الكهرباء علامان خلانيه اشرحيكم شوية على ثلاجه كشكل خارجي للثلاجه مصنوع من المعدل معدل مقاوم معدنه ايضا للغبار بها شاشة control عن طريق هذه الشاشة نقدر نتحكم بمواصفات الثلاجة والمجمدة نقدر نتحكم بتبريد الثلاجة و نقدر نتحكم بتبريد المجمدة نقدر نشغل smart mood نقدر نشغل نظام energy saving نقدر نشغل نظام total noise frost او نقدر نشغل نظام Melty air flower الثلاج راح تحتوي على برنات خارجي وهذا يخلي العالم ترغبها اكثر من الثلاجات البقية ايادة الابواب راح تكون مخفية طبعا هاي قياس راح تكون قياس 180 سنتين ارتفاع بعرض 90 تتسمى بسوق 28 قدم هاي الثلاجة خلي نكملكم شرح فتحت ابواب مخفية كلش حلوة نفتح لكم الثلاجة اول شي تلاحظونا الثلاجة تتوفر بها خزانات كلش حلوة و ايضا لدينا خزان للبرات اللي ساعدني على البرات الشون يبرد طبعا فريزة يختلف على فريزة الثلاجة فراح يكون برودة كلش قوية وايضا تقدر تترس البرات وتفرغها عن طريق هذه العلبة هذه العلبة تقدر تفتحها ما تصحب هاي القطع راح تنفتح عندك تقدر تترسها بشكل يدوي او تقدر تفتحها من نانا وتمليها انت حسب احتياجك هذه بساعة تقريبا خمسة لتر تكفي اربع قلاسات الى تبريد كل شراقي وايضا نظام نوفروس موجود بها حافظة اصف لا موجودة بها مثل ما بلاحظين هاي بالنسبة للثلاجة خلنا شوفكم المجمدة طبعا لايتي ال ايدي موجودة بالخانتين هاي لايتي ال ايدي و هاي لايتي ال ايدي المجمدة راح تشتغل مو بالميول تاكورينج راح تشتغل بنظام ثاني يسمونه ميولتي اير فلاور ميولتي اير فلاور هو عبانة عن فريز هذه القطعة بظهرها فريز وايضا راح تكون هذه الفتحات الدخل الهواء ثلاجة فقط هوا المجمدة راح تكون هوا او تبريد وايضا نظام نوفروس اللي يمنع تكاميرا واحد كريه خزانات موجودة عدنا عدنا تقريبا اربع خانات لفي استصميم الثلاجة لكن تبريد هيكون اقوى هاي الثلاجة الها رغبة جدا قوية بسلوك ليش اول شي تكون قليلة استهلاك كهرباء جدا 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 اقتصادية تسحب امبير امبير ونص اقل الامبير اذا كانت فولتيتك ميتين وعشرين فولت الثلاجة عليها ضمان ماطورها كبير 3700 يعني ثلاجة متكاملة من كل المواصفات وايضا تجمع لك البرات ومجمدة وثلاجة بجهاز واحد فهذه الميزة اللي خلت العالم ترغبها كالسعر سعرها 620 دولار وأنا اشوف 620 دولار بالنسبة لهذه المواصفات جدا جدا مناسبة هاي ثلاجة الارستن طبعا ماطور عليها ضمان عشر سنوات وهي سنة كاملة على الثلاجة بالكاملة دعونا نحاول لكم على غير الثلاجة تشوفون هاي الثلاجة هذه الثلاجة ماركت هايسنز واللي سامع بالهايسنز اكيد يعرف المواصفات او حاليا بالسوق او بوقتنا الحالي ماكوا واحد او قليلين جدا مايعرفون ماركت هايسنز طبعا ماركت هايسنز ماركة غنيه عن التعريف هي وكالة من وكالات شركة قيواني قروب الوكيل الرسمي للمنتجات هيتاشي بالعراق يعني الصيان يمهيتاشي الضمان يمهيتاشي ماطور يمهيتاشي لانه هي كلها مصنعة معمل هيتاشي فقط اختلاف الاسم واختلاف التشميزة عن الهيتاشي الثلاجة راح تأتي بنظام الانبرتر يجي الوجه وماركتها كلها جام مثلما ملاحظين جام غير قابل للكسر تأتي فقط باللون الاسود فقط باللون الاسود وحجمها حجم 28 قدم ارتفاع 180 بعرض 86 دعنا نفتح لكم الداخل ماركتها داخل الثلاجة كلش واسع اول ما تفتح الثلاجة راح تأتي قطع ستانلس سيد تقرب لهم يحية ومكتوب علي ستانلس سيد ديول تاج بولنك يعني اغلب الثلاجات يكون الشكل الخارجيش مش شابه لكن الداخل يختلف او نظام تبريدي يختلف نظام ديول تاتش كولنغ هذا نظام خاص بشركة هايسن هو نظام جامعي لكبين نظام نوفروس ملتاير الفلاور نظام البخاخ نظام الارفلاور هذا نظام لكياب جهاز واحد وعام نظام فيهم تقنية هي تقنية الاتي سي الموجودة بشركة الالجي اي تي سي هي تطيق طعام نقي او صحي ايضا تمنع تكون البكترية بداخل الثلاجة هذه الميزة كل شهر بثلاجات الهايسن خزانات موجودة عندنا وايضا شاشة التحكم كل شو واضحة وموجودة عندنا بظاهرة يكون تقدر تتحكم بالقطع اليمني تقدر تحكم بالقطع الاسرة تقدر تحكم بهاي الثلاجة عندكم عندكم عنده تعنظمة موجودة بها هو زون تقدر تحكم بدرجة حرارة ايضا سوبر كول حالدي سوبر فريز والمود تقدر تختار بالمود اللي تحتاجه انت المكتوب عندك هنا انا كلمة اي مانع تكون ثلج هاي الثلاجة ما راح يكون بها ثلج اي ثلاجة مكتوب عليها مكتوب عليها نوفرست يعني ما تكون لكم ثلج والثلاجة المكتوب عليها فروست يعني تكون ثلج عندكم خزانات موجودة بها صنع في الصين او بكل ثقة كاتبي لكم صنع في الصين هاي ثلاجة هي هاي فخر الصناعة الصينية مثل ما نقول احنا السلاك الصافي للسنوي للطاقة مكتوب عندكم هنا 637 الحجم الاجمالي 561 حجم الصافي 190 حجم الصافي المجمدة 142 المتطلب الفن العلاقة ايضا كلها كاتبي لكم اياها هنا بالنسبة المجمدة المجمدة حال بقية المجمدات 3 خانات ب3 خانات كسعر هاي الثلاجة سعرها راح يكون 720 دولار متوفر فقط باللون اسود عليها ضمان 10 سنوات انفيرتر تاريحة ثلاجة ثلاجة نحاول لكم على ثلاجة تقريبا كمنا شرحنا على البابين او side by side يعني الباب مقابل الباب وايضا كمنا شرحنا على الاربعة الباب اول ثلاجة بالبابين هي ماركة برانديت و تجي فقط باللون الابيض ماركة كوريا تحتوي على برات نظام هذه الثلاجة سيكون نظام فريز كمنا يكون في بخاخ سنجدكم على فريز يطيق ثلج خانات موجودة بالجانب تصنيع درجة أولى نايلون أبيض خزان عملاق على طول الثلاجة تقريبا الخزان يأخذ 4-5 لترات وعدكم التحكم سهل حال الثلاجات القديمة القواعد مالتها القطع مالتها سيكون بها ثلاث خانات جام تقدر تركبها انت حسب احتياجك ويضا بها الخزان الجو الأبواب تحتوي على خزانات وبراد الماء موجود به هذه حجيم 22 قدم سعارة 389 دولار نحاول على الثلاجة الثانية ماركت هايسنز فقط ثلاجة ما بها فريز مثل ما ملاحظين باب واحد تفتح ثلاجة على الطول نفس مواصلات هايسنزيج لكن وحدة مالتها توتل نفروس شاشة تحكم موجود وبراد سعر هاي رح يكون 550 دولار نحاول على ثلاجة الريكل ثلاجة الريكل تشوفون ارتفاعها وتشوفون عرضها اعرض منها واكبر منها ارتفاع تقريبا متر ارتين وايضا بها عرضها رح يكون 75 سنتين كل الشبيرة هاي تعتبر 26 قدم تحتوي على براد لشاشة كونترول هاي اسعارها مناسبة هاي الفئة الايكونامية فئة اقتصادية للناس المتوسطة لامكانيات المحدودة في دماء ثلاجة ثلاجة رح تجمع لك 3 شغلات ثلاجة مجمدة مع براد تجمع ثلاث شغلات وراح تقتصد بالشراية او بالفلوس اللي عندك ثلاجة رح تتحكم ايوها شوفون حجمها الواسع والعملاق حجم كل الشبير وخانات جام خزان المي حافظات موجودة او بالنسبة لثلاجة المجمدة رح يكون بها ايسميكر صانع مقعبات ثلج مثل ما تلاحظون تسحب هاي طلعتكم الثلج خانة وثلاث خانات يعني مجموعة اربع خانات تجميع تقدر تشيلهم تقدر تخليهم بالنسبة السعر هاي المجمدة رح يكون 440 دولار عليها ضمان مدة 3 سنوات ماركة ريكل هي ماركة هابانية لكن تجميحها وتصنيحها كلها بتركيا هاي السعر مالته نحول على اخر ماركة هي ماركة الجينال ماركة اقتصادية حجم 26 قدم ايضا حجم عملاق وسعرها ايضا جدا مناسب سعرها 500 تلف دينار بالعراقي يعني تعجب على ناس يلقون عليها غالية او رخيصة حجم 26 قدم يعني اكبر ثلاجة حاليا من البابين ثلاجة رح تشتغل بنظام التجميد مثل ما ملاحظين هذا التجميد خزانات موجودة بالجانب سلات موجودة هنا هذا يكون ستنلستيل حتى لا يزع عدنا مع مرور الزمن و 4 حافظات موجودة بها تجيب لونين لون الشمباني و لون الأبيض سعرها 339 دولار أرخص اللاجة موجودة او أرخص في اللاجة بالعراق بالعراق 500 ألف دينار تجيب لونين الأبيض والشمباني بنهاية الفيديو أتمنى تكونوا نصفها ديتو و حاليا خلصنا شرحنا على أغلب الثلاجات المتوفرة لدينا اذا اريد نشرح لكم احنا على الماركات لكلها الموجودة تقريبا فوق 200 ماركة بالسوق يعني عرفت شلون فأحنا اختارينا لكم الأنسب والأحسن والأجود واللي تفيد المستخدم العراقي او الزبون العراقي و خلينا بالحسبان ان كهرباتنا تعبارة وايضا استخدامنا عائلي فأطيتكم الثلاجات فأتمنى تكونوا استفادئتكم من هذا الفيديو و من هذا الشرح وبناهاية الفيديو أريد تضطوني شنو رأيكم بأحسن ثلاجة شفتوها شوفونا الفيديو للأخير و تختارون الثلاجة الأحسن في هذا الفيديو حتى نسوي لكم مراجعة عليها بالتفصيل نشرح لكم على مواصفاتها بناهاية الفيديو لا تنسوا لايك و اشتراك بالقناة حياكم الله و ألبها لي بكم